ها معايا كده انا عارف ان القدرة الكهربية في ناس كتير جدا 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 بتحاول انها يعني او حاسة انها مش فهمة القدرة الكهربية طيب عندنا كم سؤال موجود عندنا هنبدأ نعرضه دلوقتي قدام حضراتكو هيقدر يسهل لنا موضوع القدرة الكهربية ان شاء الله يلا اول حاجة كده انا بس عايز من حضراتكو تكتبوا معايا الحاجات اللي انا هكتبها دي الاسئلة اللي انا هكتبها دي يا جماعة عايزكم تكتبوها اول سؤال هم مع بعض كده اهو اول سؤال بيقول احسب القدرة الكهربية ماشي المستهلكة في دائرة ده اول سؤال في سؤال تاني بيقول احسب القدرة الكهربية ها تمام المتولدة في دائرة تمام ماشي كده ماشي تلاتة سؤال التالت احسب القدرة الكهربية الكلية لدائرة دول تلات انواع من الاسئلة اه مادئيا انا عايز الناس تفرق ما بين التلات انواع من الاسئلة دول عشان ما يطلقبطوش اول نوع معانا اللي هو القدرة الكهربية المستهلكة بالنسبة للقدرة الكهربية المستهلكة والقدرة الكهربية المتولدة والقدرة الكهربية الكلية لدائرة الموضوع ده مهم جدا انتو تعرفوه طيب نيجي بقى كده نتكلم مع بعض عن القدرة الكهربية المستهلكة هو مين يا جماعة اللي بيقدر يستهل القدرة الكهربية انا معروف عندي ان اي مقاومة موجودة عندي في الدائرة بتستهل القدرة طب في حاجة تاني بتستهل القدرة في الدائرة انا سامع الناس بتقولها ايه ايوة البطاريات اللي بتتشاحن يعني البطارية اللي بتتشاحن في الدائرة بتستهل القدرة وبالنسبة للمقاومة اللي موجودة عندي في الدائرة بتستهل القدرة فانت لو حبيت تحسب القدرة المستهلكة تعمل ايه لو حبيت تحسب القدرة تعمل ايه معايا لازم اجيب قدرة المقاومات زائد قدرة البيطاريات اللي بتتشحن يعني في اجابة السؤال ده ايه المطلوب منك مطلوب مني نحسب معايا قدرة المقاومات زائد قدرة البطاريات التي تشحن سمع طالب بيسألني سؤال مهم جدا ايه هو بقى السؤال بيقول لي يا مستر انا بعرف احسب المقاومات انا عادي انا عرف المقاومة الموجودة في الدائرة اي جهاز اي حاجة مكتوب عليها اقار ما عنديش مشكلة بس المشكلة في البطارية ازاي يحسب قدرتها اولا وازاي يعرف انها بتتشاحن نيجي كده على جنب عشان نعرف البطارية اللي عندي بتتشاحن ولا لا تمام كده يلا كده مع بعض تمام يلا يلا يا جماعة تعال كده نشوف الاول قوانين قدرة مقاومة بالنسبة لقوانين قدرة مقاومة الباور بتساوي الفي في الاي حيث في هو فرق جهد المقاومة واي هو شدة طيار المقاومة في قانون تاني للقدرة قلنا برضو معاكم اللي هو بيقول اي تربيع ار واي تربيع مربع شدة الطيار المر في المقاومة وار قيمتها في قانون تاني باور برضو بيساوي ايوه شطرين في تربيع على ار طب ما احنا عارفين يا مستر ان دي كل دي قوانين القدرة وحسب البيانات انا باستخدم انه قانون طب بالنسبة لقوانين قدرة بطارية سواء بتتشحن او بتشحن لازم تكون عارف ان هو قانون واحد بس اللي هو قيمة الفي باتري بتاع البطارية في شدة الطيار المار بها تمام كده يا جماعة يبقى الفي باتري في الاي وده القانون الوحيد اللي اقدر احسب منه قدرة بطارية بالنسبة لي الق mới للبطارية اعتقاب بتشحن ولا بتتشحن والله دي حاجة بسيطة اوي لو انت لقيت بطارية موجودة في الدايرة بالشكل ده من معاي يا جماعة لو لقيت بطارية في الدايرة بالشكل ده تقدر تستدل زي اذا كان بتشحن ولا بتتشحن لو الطيار الكهرباء اللي ماشي في الفرع او اللي ماشي في البطارية هو لو انت بسطة علي ليه هيخرج من القطب المجب يبقى البطارية دي بتعمل عملية تفريغ وفي الحالة دي البطارية بتديني قدرة في الدير طب لأولا نقيت بطارية بالشكل ده بس الطيار الكهرابي ماشي كده إيه اللي هيحصل ساعتة أقدر أستدل على أن الطيار ماشي عكس طيار المفروض للبطارية تخرجه وبالتالي البطارية دي في حالة شحن يبقى يا جماعة البطارية اللي بتفرغ والبطارية اللي بتشحن أنا أقدر أفرق بينهم من حيث الطيار المعرف البطارية فمبدئيا دلوقتي أنا تعلمت أول حاجة لو طلب مني القدرة الكهربية المستهلكة أعمل إيه أجيب قدرة كل المكاومات زائد قدرة كل البطاريات اللي بتشحن طب نيجي للسؤال اللي بعد لو طلب مني القدرة الكهربية المتولدة أحسب على مين أحسب على المكاومات اللي في الدائرة لا طبعا عمري ما أحسب على المكاومات القدرة المتولدة دي بتتحسب مقصود بيها قدرة البطاريات التي تفرغ من الاخر البطاريات اللي بتديني جهد في الداير هي دي اللي احسب كدرات اي بطارية عندك شبه دي كده بالزبط اهي اي بطارية شبه دي معناها انها في حال التفريغ وده معناها انها بتديني كدرة للداير طب لو طلب مني الكدرة الكلية حاجة مهمة جدا لازم تعرفها ان الكدرة الكهربية لدايرة مقصود بها ايه مقصود بها ان باور كلي بيساوي باور مفقود زائد ولا ناقص ناقص طبعا باور مستهلك يعني الكدرة المفقودة ما هي المفقود هو المستهلك يبقى باور مفقود ناقص باور متولد لو بصد كويس فاي دائرة كهربية طبقا لقانون بقاء الطاقة فان الكدرة المتولدة من اي بطارية او من بطاريات كتير هتساوي الكدرة المفقودة في المقاومات زائد البطارية اللي بتتشحن يعني كده ممكن نلخص الكلام اللي احنا قلناه كده مع بعض طيب يلا مع بعض يبقى لو قال لي احسب القدرة الكهربية المتولدة احسب على البطاريات اللي بتفرغ ده الطايرها في الدائرة لو قال لي احسب القدرة الكهربية المستهلكة بحسب ايه بحسب على المقاومات الموجودة وبحسب كمان على البطاريات اللي هي في حالة شحن تمام كده يا جماعة ماشي بالنسبة دلوقتي للقدرة الكلية لا القدرة الكلية للدائرة معروفة ان القدرة الكلية للدائرة بتساوي صفر لان اي دائرة كهربية طبقا لقانون بقاء الطاقة فالقدرة اللي بتخرج من البطاريات اللي بتفرها اكيد اكيد يا جماعة بتساوي القدرة اللي بتستهلك في الدائرة تبقى اللي قانون بقاء الطاقة ولا اقل منها ولا اكبر منها طيب ده تلت انواع من الاسئلة فيه تلت انواع تانيين محتاجين نتكلم عنهم برضو عشان الموضوع يبقى معنا يلا مع بعض كده هنكتب تلت اسئلة تانية يا جماعة بعد اذنك ستجلوا معايا لو سمحتوا الكلام ده مهم جدا جدا وهتشوفنا تكتف المسائل يلا كده مع بعض يلا مع بعض ها يلا يلا جماعة القدرة القهربية دلوقتي اكتب يلا سين واحد من تاني نفس التلت اسئلة اللي فاتوا احسب القدرة القهربية المستهلكة بس لفرع فرع من فروع الداير سين اتنين احسب القدرة القهربية المتولدة لفرع من فروع الداير سين تلاتة احسب القدرة الكلية لفرع من فروع الداير على فكرة يا جماعة احنا مؤكدين على موضوع القدرة القهربية دي لان احنا جلنا ناس كتير بتتكلم بتقول القدرة الكهربية صعبة معانا احنا ما بنعرفش نحل على القدرة الكهربية اقول له لا انت بعد الستة اسئلة اللي انت خدتوهم النهاردة اقول لي احنا بنتكلم عليهم هتقدر حضرتك تميز انت عايز ايه بالزبط وحضرتك كمان هتقدر تميز القانون اللي انا هستخدمه فمابدئيا لما يقول دايرة وضع ولما يقول فرع وضع تعال كده ناخد مثال ونشوف يلا مع بعض ناخد مثال كده مع بعض يلا ده وعندي فرع في مقاومة وفي بطارية بالشكل ده وفي كمان مقاومة وفي كمان بطارية بالشكل ده وفي كمان مقاوم كفاية اوي كده دي نقطة ايه ودي نقطة بيه الطيار اللي بيمر هنا مثلا اتنين امبير المقاومة ديت ستة اوم البطارية ديت عشرة فولت المقاومة ديت اربعة اوم البطارية ديت نقول تلاتين فولت والمقاومة الموجودة عندنا نقول 8 أوم طيب يلا جالك سؤال على فرع من فروع وجالك سؤال من الثلاث أسئلة دول تعال نضرب الثلاث أسئلة اللي معنا دول على الفرع على فكرة النقطة دي نقطة مهمة جدا وناس كتير جدا جدا بتسأل على الموضوع ده إن شاء الله بعد اللي أنا أقوله دلوقتي حضرتك هتقدر تحل الموضوع ده كويس يلا كده مع بعض أول سؤال أول سؤال كان بيقول يا جماعة بيقول احسب القدرة القهربية المستهلك أهو تعال بقى بص للفرع كده كويس وبصيله يا فرع نعم هو مين فيك بيستهلك قدرة طبعا طبيعي إن انت أول حاجة هتشاور عليها المقاومات انت بتستهلكي وانت بتستهلكي وانت كمان بتستهلكي اش معنى انت مقاومات بمعنى أوضح هنقول مثال إن شاء الله في الآخر كده إن شاء الله بإذن الله في الآخر هنحاول إن احنا نجي مثال سهل وبسيط هيقدر يوضح لنا الموضوع ده طيب في حاجة تاني موجودة عندنا بتستهلك انت كده اختبرت المقاومات وعرفت إن كلهم بيستهلك يعني ما تيجي تحسب القدرة القهربية المستهلكة هنا المفروض حضرتك هتقول لي الباور بتاع المقاومة 6 زائد الباور بتاع المقاومة 4 زائد الباور بتاع المقاومة 8 في حاجة تاني هتجمع ها سامع الناس بتقوله هو نعمل شك على البطاريات البطارية دي يا بطارية نعم هو انت بتستهلكي قدرة ولا بتولدي قدرة تقولك بصوا شوف الطيار ماشي فيها ازاي بصوا 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 الطيار ماشي كده ايه ده ده انت معلش يا بطارية الطيار ماشي فيكي عكس ما انت عايزة تخرجيه يبقى ايزا انت بطارية في حالة شحن يعني انت يا بطارية بتخصريني جهد وبتخصريني قدرة يعني انت من الاخر من ضمن الحاجات اللي بيستهلكه وبالتالي انا هضيفك على اللي بيستهلكه يبقى عندي كمان زائد الباور بتاع البطارية 10 في حاجة تاني في الفرع عندي بتستهلك لا مفيش نيجي بقى للقدرة الكهربية المتولدة يا طرف الفرع ده مين فيهم بيولد قدرة طبعا احنا اختبرنا دي لانها بتستهلك واختبرنا دي لانها بتستهلك ودي كمان بتستهلك ودي بتستهلك كده مفيش عندي بيولد غير مين يا جماعة غير البطارية 30 فولت فالقدرة الكهربية المتولدة هتكون الباور بتاع البطارية 30 طيب لو انا عايز القدرة الكلية طبيعي ان انت لما تيجي تجيب القدرة الكلية باور كلي طبيعي انه هو هيساوي باور مفقود ناقص باور متولد او يعني ممكن المتولد ناقص المفقود حسب مين الكبير تعالى كده نجرب الحاجات دي على الفرع بتاعنا يلا كده مع بعض يلا ناس كلها شايفة معايا يلا مين بقى يحسب قدرة ستة المكاومة ستة طيارها موجود وقدرتها موجود يبقى الباور بتاع ستة بتساوي اي تربيع في الار اي تربيع يبقى باربعة في الار عندي بستة تطلع اربعة وعشرين ماشي تعالى يلا بنفس النمط تحسب الباور بتاع مكاومة اربعة مكاومة اربعة قدرتك اي تربيع برضو في الار بتاعتي طياري اربعة اه اتين تربيع باربعة ومقومتي هتبقى بكم باربعة الاربعة فاربعة بستة عشر واط هنحسب بنفس النمط ها قولوا انتم معايا بقى نحسب قدرة تمانية قدرة تمانية هتساوي كام اضرب اي تربيع يبقى 2 تربيع في تمانية 2 تربيع باربعة والاربعة في تمانية هيبقى ب32 تمام كده جماعة يبقى الباور بتاع التمانية هيبقى ب32 تمام عايزين دلوقتي بقى في حد تاني بيستهلك اه لسه قدرة دي بس القدرة دي بقى مش قادر استخدم القانون ده الباور بتاع البطارية عشرة هتساوي الفي باتري بتاعتة اللي هي عشرة في طيارها الموجود عندنا اللي هو هيبقى اثنين فمن الاخر هتستهلك عشرين وط تجمع القدرات دي كلها اللي 24 والستاشر والعشرين والي 32 دول تجمعهم كده هيطلع لك القدرة الكهربية المستهلكة طب لو انا عايز القدرة الكهربية المتولدة احنا اتفقنا ان دي بس هينا اللي بتولد فالباور تلاتين هتساوي القوة الدفعة بتاعيتها تلاتين في الطيارة الموجودة عند اتنين ففي الاخر هتطلع ستين وط يبقى المستهلك كام قلنا 24 و 16 دول 40 تمام كده دول هيطلعوا 40 40 و 32 موجودين معايا يبقى كام الناس كده تقول معايا 42 و 32 يبقى 72 72 و 20 يبقى 92 تمام كده يا جماعة تمام كده يلا نحسب بقى القدرة الكلية طبيعي الناس تقول لي ان المفقود عندي كام 92 واط وان المتولد كام 60 واط لما تطرح الاتنين من بعض يطلع لك 32 واط هي دي القدرة الكلية بتاع الفرح انا هطلب منكو حاجة مهمة هستنى لانا اشوفها في التعليقات انا عايز طريقة اخرى لحساب القدرة الكلية يبقى تاني احنا بعد ما خدنا الطريقة اللي تقدر تحسب بيها قدرة فرح زي ما حضرتكو طلبته وانا قدرت ان انا اقول الحاجات دي قبل ما اتكلم عن الدرس الجديد عشان دي طلباتكو يا جماعة نعمل ايه اهو ان انا لما حب احسب القدرة القهربية المستهلكة فرح اشوف مين بيستهلك واجمعه طب لما حب اشوف القدرة المتولدة اشوف مين بيولد واجمعه برضو انا هنا في الفرح اللي عندي مفيش غير واحدة بس هاي اللي بتولد طب لما حب اجيب القدرة الكلية والله اشوف بقى المتولد ناقص المفقود يطلع للقدرة الكلية عشان دي حتة مهم انا طالب من حضراتكو كل طلبتي كل حبيبي كل طلبة مدرسة على الهواء ان احنا نوجد طريقة تانية نجيد بيها القدرة الكلية هستنى ان شاء الله تعليقاتكو وتفعلكم معانا عشان نبدأ نجيب القدرة الكلية وده بالنسبة للجزء اللي انتو سألتوه عشان بنشكر كل الطلبة الموجودين معانا على انهم بيتفعلوا معانا واحنا كمان بلبي طلباتكو وبنقول اهو الموضوع اللي انتو كنتوا بتقولوا عليه صعب ما بقاش اسهل من كده ولو عندكو اي ملاحظة برضو ممكن حضراتكو تبعتولنا تاني على القناة وعلى الصفحة على الفيسبوك واحنا هنا في خدمتكو عشان طبعا تتفوقوا وتجيبوا اعلى درجات اشتركوا في القناة